سيدة بتقول أنا كنت سبب أن أولادي كلهم اتحسدوا من كتر ما كنت بتكلم عنهم كويس في ناس كتير للأسف بيعملوا كده أمهات بتبقى بتتفشخر أن أولادها متربيين كويس وبيسمعوا كلامها وبيجيبوا درجات كويسة فجأة حال الأولاد دي يتقلب زي ما قلنا يعني في البداية أن إحنا ولا ممكن يكون هي اللي حسدتهم مثلا والله هل قلنا ما عندي لاش تأكيد يعني هو الحسد واقع بس عندي تأكيد إن إذا حسد لا زي مثلا السحر السحر واقع وحقيقة ومذكور في القرآن وفي السنة وواقع قدامنا ملموس بس هل عندي تأكيد إن أنا عن نفسي عبدالله رجدي أنا مسحور ما عرفش الله أعلم فهي تعمل تخذ بالأسباب اللي احنا قلناها من شوية طالما عارفة أن أولادها أنهم بيسري فيهم الحسد وهي أو هي شكف ده يبقى هتعمل إيه لا تقصص ما عندها من ذكاء أولادها ومنهم ما شاء الله يعني شطار ومتفوقين وعندهم سرعة بديهة والهبات دي كلها ما تقولهاش قدام حد هي شكة إن هو عنه مش كويسة يبقى تحتاط زي ما قلنا دايما ممكن الإنسان يقول حاجة كويسة عنده وهو مش مدرك إن اللي قدامه قاعد محروم من حاجة زي دي فالحرمان الذي عند الآخرين ممكن يخليهم من غير قصد يروحوا على طول فجأة حسديني طب والناس اللي ما بتقدرش تمسك نفسها فيه ناس طبعهم ما بتقدرش إن هي ما تتكلمش لا يتعلم بقى ما هو الإنسان شوفي كل حاجة اسمها إيه اللي أخذ بالأسباب بدون العزيمة الإنسان ما ميلش حاجة في الحياة لو الإنسان ما عندهش عزيمة لا حينزل الشغل ولا حيصلي ولا حيقرأ قرآن ولا هيأمل أي حاجة في الدنيا ولا حيتحرك من مكانه السنتيمتر واحد لازم يكون عندي عزيمة عن إيه أجاهد نفسي ربنا قال ومن جاهده فإنما يجاهده لنفسه أنا عارف إن أنا عندي الحتة دي سلبية أنا راجل أو أنا ست كلامنا كتير إيه بإحنا نبطن نتكلم كتير أنا عارف إن أنا بتباهى قدام الناس بالحاجة اللي عندي وعندي خدينا صورة عندي المرض ده أو العقدة دي بحب أظهر إن أنا متفاخ عندي عجب بنفسي وأقعد أحكي عن نفسي كتير وبعدين في الآخر أقول ده الحسدوني لا أمحكيش عن نفسي كتير في بعض الصفات السلبية إحنا محتاجين أن نراجحها في حياتنا زي إيه؟ زي إن أنا أقعد أتكلم عن نفسي كتير قدام الناس والناس مش لقيا إن أنا في صفة قاعد في مجتمع في وسط ناس عندي حاجات مش موجودة عندهم ما عودش أحكي لهم عن اللي عندي ما عودش أعدد نعم الله علي أنا عندي كذا واشتريت كذا وعملت كذا ومش عارف مسافر فين ورايح فين وجاي منين والناس تعبانة فدي حتة مهمة جدا بعض الناس عنده صفات سلبية زي إيه برضو إنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى ذكر ربنا ده مش فلسانه وده تعمله كتير الستات تقوم من نوم الصبح تشغل إذا عرفش إيه تفضل اليوم 24 ساعة لبس وأغاني وحاجات زي كده أو ده غلط أنت بتخلي بيتك ملان شياطين طب ما تشغل في بيتك إذاعة القرآن الكريم من العادات السلبية اللي عندنا إن إحنا لا نقرأ ما عندناش ورد قرآن كريم في اليوم يعني مين فينا كل يوم بيقرأ مثلا يقعد خمس دقائق يفتتح بيهم يومه يقعد يقرأ قرآن وهنا لازم أعمل حاجة لربنا عشان ربنا يديني إنما أنا ما بعملش حاجة خلص وقول يا ربنا تحسد أنا بيحصل لي كده ليه لا بصلي ولا بأرأ قرآن وإعلاقتي بربنا منقطعة وقول ده أنا قلبي عمر بالإيمان وقلبي حلو حلو من إيه بأمرت إيه ما هو أنا يعني لو أنا بحب ربنا لازم أن أنا أعمل أنا دلوقتي بقول لإنسان أنت حبيبي وغالي علي بس أنا ما بعملوش أي حاجة طب ربنا عايزني أعمل لنفسي مش أعمل ليه هو ما هو ربنا غني عن إبادتي عايزني أنا أعمل لنفسي إديني خمس صلوات في اليوم كل فرضي بياخد خمس دقائق خمسة في خمسة في خمسة وعشرين دقيقة من أربعة وعشرين ساعة يعني تقريبا نص ساعة في أربعة وعشرين ساعة يعني قدام كل تسعة وخمسين دقيقة نفسي ربنا عايز من دقيقة واحدة بس لله حتيعدل لي حياتي كلها قدام كل تسعة وخمسين دقيقة دقيقة واحدة هي دي لو حسبناها كده احنا قلنا من أربعة وعشرين أو خمسة وعشرين دقيقة قدام أربعة وعشرين ساعة يعني قدام كل تسعة وخمسين دقيقة جري في الدنيا وأكله وشربه وانبساطه ومش عارف ايه انا عايز دقيقة واحدة لروحك اللي هي الصلاة لما الكام ركعة دول الدقيقة دي هتعدل لك التسعة وخمسين دقيقة يبقى احنا بقى هل دي حاجة صعبة نقصر فيها نستعين بالله ونلتزم بيها وربنا يكرمنا